مفاجأاً بدى نزيح حزن بعد أن حلت تلف في محاصيله هنا في دلتتباً بمحافظة لحج حيث لا يزال المزارع تحت وقع الصدمة بعد أن تعرضت أغلب مزلوعاته من محاصيل السمسم للتلف جراء إصابتها بحشرة ضارة وأمراض غريبة هذه السنة القلقل زي ما تقول أغلبه تلف ونحن لا نعرف أي شيء الأسباب لهذا التلف نحن نعرف أنه كانت تجي المن هذا نقدر نكافعه لهو العسال والطاوية اللي تجي من فوق نرشه وعلى طول ينتهي لكن هذه المرة نفجأنا بالشجر تيبس كامل مش عارفين أي شيء الأسباب أكثر من خمسين بالمئة هي نسبة التلف الذي أصاب محصول السمسمي في أراضي الدلتا ما عرض أصحابه لخسائر باهظة لا سيما في ظل غياب الدولة عن دعم وإنسناد المزارعين إضافة إلى عدم توعيتهم بالإرشاد الزراعي للحد من توسع انتشار المرض في المحاصيل والله نطالب بمكتب الزراعة أنه ينزال يشوف الأشياء العينات يفحصها يعطينا أيش الأسباب لهذا العباس بأشي يخليهم زارعين يتخبطوا في المبيدات كل واحد يشتري له من رأسه ويرش له على ميبو خسارة يعني فهدها بتكون قد فوق الخسارة خسارتين بالنسبة لزراعة القلقل هذه السنة الظهرة الوحيدة اللي ظهرت معنا أنه يبس هو يعني عادل محصول مش نقاح فيه هاي الظهرة الأولى يعني لأنه حاجة بدعت فيه حشرة المن يعني المن تنتشر ورشينا عليه بعض المبيدات الزراعية ولكن المحصول انتهى كامل يعني مش حصلنا فيه حتى يعني ربع أو أقل من ربع يعني في المحصول كل تلف علينا بين التلف الكلي والجزئي لا يزال المزارعون حائرين وعجزين عن اكتشاف نوع المرض الذي أظل بمحاصيلهم مرض لم يدفع الجهات المختصة حتى اليوم للزول الميداني والوقوف على الحقول المتضردة على الرغم من حجم الخسارة الثقيلة التي لحقت بمزلوعات الفلاحين على طول وعرض الدلتاء سامح عبد الوهاب قناة بلقيس لا حج